بعد حملة أمنية موسعة تخلى لها قتال عنيف مع مقاتل داعش تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم من السيطرة على وسط مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين يأتي ذلك فيما أعلنت مفوضية اللاجئين في جينيذة أن جسرا جويا سيبدأ يوم غد الأربعاء إلى أربيل لنقل خيام وامدادات لإغاثة نصف مليون لاجئ عراقية قالت وسائل إعلام العراقية بأن الجيش العراقي بدأ حملة عسكرية لاستعادة منطقة تكريت بمحافظة صلاح الدين وبحسب هذه الوسائل التي قالت بأن الجيش العراقي استطاع اليوم الثلاثاء تطهير وسط مدينة تكريت من عصابات داعش الإرهابية وأحكم سيطرته عليها بعد أن دخلت القوات العراقية مدينة تكريت من ثلاثة محاور تمثلت بمنطقة البعبيد وسط المدينة والقادسية والعوجة وقتلت العشرات من مقاتلي داعش وأوضحت مصادر أمنية عراقية أن مقاتلي داعش عمدوا إلى زرع الألغام بجميع الطرق وبكافة الأساليب الأمر الذي أعاق تقدم قوات الأمن كما أكدت أن القوات الأمنية أحكمت سيطرتها على وسط المدينة وهي مستمرة بالتوغل لتطهيرها بالكامل وكانت قوات الفرقة الذهبية العراقية وسرايا الحجد الشعبي قد نفدت صباح اليوم حملة عسكرية استطاعت خلالها تطهير الطريق قاعدة سبايكر في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين وكان المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا أعلن سابقا تطهير سد الموصل بشكل كامل من قبل قوات مكافحة الإرهاب وقوات البشمرقة بإسناد جوي مشترك مشيرا إلى مقتل وإصابة العشرات من المسلحين إضافة إلى نزع 170 عبات ناسفة أثناء تقدم القوات لتطهير السد إلى ذلك قالت مفوضية اللاجئين في جينيف أن جسرا جويا سيبدأ يوم غد الأربعاء إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان لنقل خيام وإمدادات لإغاثة نصف مليون لاجئ عراقي من مدينة العقبة الأردني وقال أدريان إدوارز المتحدث باسم مفوضية أن هذا الجسر ستتبعه قواف البرية من تركيا والأردن وشحنات بحرية من دبي عن طريق إيران في الأيام العشرة المقبلة